اشتركوا في القناة في كل مرة واحدة من كل سنة تجتمع القبيلة لحفل آلهة الحب حيث يقوم جميع الناس بالتعري ويمارسون تقاليد غريبة وهم عراء سرقة الزوجات نعم هذا يحدث في قبيلة ودابي وهي قبيلة صغيرة متفرعة من مجموعة فولان العرقية وتتواجد في الأجزاء الشمالية من نيجيريا وفي الشمال الشرقي للكاميرون والجنوب الغربي لتشاد والمناطق الغربية من جمهورية أفريقيا الوسطى فهناك حفل يقام كل فترة يسمى بحفل جريول وفيه يجتمع كل أعضاء القبيل البالغين للرقص طوال الليل ويسمح في هذا الحفل أن يسرق الرجل زوجات الآخرين أو حتى غير المتزوجات منهم ليفعل بها ما يشاء في تلك الليلة إلا إذا استطاع الزوج أن يمنعه عن سرقتها وإذا أراد الزواج منها بعد ذلك فإنه يملك الحق إلا في حالة رفضها لكن في العادة يتم يجبر نساء على قابل عرض الزواج قبيلة كواهيفا في البرازيل يعتبر هذا الشعب هم السكان الأصليين في البرازيل وقد عاشوا في الغابات منذ عام 1999 لم يكن وقتها معروفا لهم العالم الخارجي وكانوا يتنقلوا باستمرار كلما كان ذلك مناسبا لهم أو ربما حاول أحد الاقتراب منهم وكانوا دائما يتنقلون ويخلفون بعض الآثار والآثار هذه هي التي أظهرت حياتهم في منازل جماعية واعتمادهم حتى الآن على السهام والطرق البدائية في الزراعة وفي الطعام أيضا وقد حاول البعض إبادتهم واستعبادهم وكذلك حاولوا قطع الأشجار في الغابات التي يعيشون فيها حتى أصدرت البرازيل قرارا بمنع التعرض لهم البسق في بركة تستخدم قبيلة ماساي البسق باعتباره رمزا مقدس ويمكن أن يحل البركة على الآخرين فمثلا نجد الرجال يبسقون على حادثي الولادة لاعتقادهم أن هذا سيبعد الشر عن المولود ويمنعه من الشيطان أيضا نجدهم يبسقون على أيديهم قبل السلام باليد مع الكبار في السن أو الكهنة أو أي شخص آخر يستحق التقدير وهو أيضا ما نجده في عادة الزواج الأغرب حيث يبسق والد العروس على رأس وصدر ابنته خلال مراسم زواج عجيبة جزر تروبورياند قبيلة بابوا في جزر تروبورياند من الشائع فيها أن يعيش الرجال والنساء عراء حتى الأطفال في عمر ست وثماني سنوات ويتم تعليم الأطفال من قبل كبار السن الحياة الجنسية حتى الزواج في سن صغرى القفز فوق الثيران في إثيوبيا ومثلما اعتاد محاربو اسبرطا على أخذ أطفالهم وهم رضع وتركهم في أماكن شبه خالية وملئة بالحيوانات المفترسة ليثبتوا قدرتهم على النجاة ومثلما أخذوهم من منازل عائلاتهم في سن صغيرة وإجبارهم على الدخول في سلسلة من التمرينات الصعبة قام لفريقة بأشياء مماثلة لكن تلك التمرينات مرتبطة عندهم بشكل أكبر بالبلوغ فمثلا في قبيلة هامر الإثيوبية عندما يصل الطفل إلى سن البلوغ يتم إجبارهم على الركض فوق الثيران لإثبت أنهم قد بلغوا فعلا وتحولوا من أطفال إلى رجال وذلك فوق عدد كبير من الثيران ذات الأحجام المختلفة وتكرر العملية أكثر من مرة وهم عرات تماما الثروة تقاس بالأبقار فكرة الممتلكات المادية وقيمتها تختلف بشكل كبير عبر السنين لكن بعد العولمة والتبادل الثقافي الكبير بين الدول أصبحت هناك قيمة معروفة للأشياء المختلفة لكن في أغلب قبائل أفريقيا تكون قيمة الأشياء مختلفة تماما حيث تنحصر في الأرض الزراعية أو الماشية أو بعض الحلي وغيرها من الأشياء البسيطة الضرورية فمثلا في قبيلة بوكوت في كينيا تقاس ثروة الإنسان من خلال عدد الأبقار التي يمتلكها وعادة ما يكون مهر الزواج عددا معينا من الأبقار أي أنها العملة الرسمية بالنسبة لهم في أغلب التعاملات تقليد خيواتا أصعب تقاليد قبائل أفريقيا ويتم فقط في فصل الشتاء ويجري فيه اختبار مدى رجولة خيواتا يدعو التقليد الفتيان حيث يتم إرسالهم لقضاء أيام طويلة وقد تصل لأسابيع في كوخ ويعرضون إلى اختبارات نفسية وجسدية لإثبات قوتهم كالرقص عراتا لساعات حتى التعب والسبب الأساسي في التقليد هو إجراء عملية الختان لهم وهي موجودة في أغلب قبائل إفريقيا منذ نشأتها حسب ما عرفنا وهناك تقاليد خاصة تضع لها أهمية أكبر من خلال الألم الحادث أثناء إجراء عملية خاصة في ختان الإناث مثلما في قبيلة سابيني في أوغندا وتجري العملية أمام عدد كبير من أفراد العائلة لكن لا يتقدم أحد للمساعدة لاختبار مدى قوة تحمل الفتيات التصالح مع الحيوانات البرية شعوب الماصاي في كينيا وتنزانيا لديهم تعليمات صارمة بشأن قتل الحيوانات البرية وبالرغم من أنهم يعتمدون على تناول الخراف والماعز والأبقار في طعامهم إلا أنهم يرفضون قتل أي حيوانات برية سواء كانت مفترسة أم لا وهم يعيشون في وسط بعض أكثر أنواع الحيوانات خطورة كالفهد والنمور من الجدير بالذكر أن أفريقيا هي أحد أكثر القارات التي تحافظ على التنوع الحيوي منذ القدم وحتى الآن وذلك بسبب عدم وصول التكنولوجيا الحديثة إلى المناطق الجنوبية من القارة السمراء فأفريقيا وحدها تملك أضخم أنواع الثديات وهو الفيل الأفريقي وأسرعهم وهو الفهد وأيضا الغوريلا أضخم الرئيسيات وتمساح النيل أضخم الزواحف وكلها حيوانات مميزة وبالغة الخطورة ومع ذلك فهي لا تشكل تهديدا كبيرا لوجود قبائل أفريقيا التي اعتادت على التعامل مع الحيوانات بطرق أخرى الزوجات يعيشنا في بيوت منفصلة في قبيلة جيوف في ساحل العاج كل زوجة لديها بيت صغير خاص بها تعيش فيه مع أطفالها حتى يصبحوا ناضجين وتقوموا بالتهيئتهم للزواج ولا يسمح لهم بالعيش مع آبائهم أو أي شخص آخر من أقاربهم في حين أن الزوج يلتقي بزوجته في بيته الخاص أو يقوم بزيارة زوجته وأطفاله من حين لآخر وهو تقليد يعتبر غريبا نوعا ما حيث أن ممتلكات النساء في قبائل أفريقيا البدائية شبه نادرة والذكر هو من يسيطر على أغلب الأشياء في مختلف النواحي الحياتية تقاليد غريبة في غرب أفريقيا ينتشر تقليد غريب فعندما يحب أكثر من رجل نفس المرأة حيث يلتقيان وجها لوجه ويضرب أحدهم الآخر في وضع يكون فيه الطرفان ثابتين تماما بدون أن يتحرك أو يصدر أي صوت كل طرف لديه الحق في ضربة واحدة كل مرة والخاسر هو الذي يصدر صوت الوجع أو يقع على الأرض والرابح هو فقط من يملك حق الزواج وفي تقليد آخر نجد أنه عندما تصل الفتاة إلى سن المراهقة في قبيلة سورما في جنوب السودان تبدأ بعملية لتكبير حجم شفاهها وجعلها دائرية من خلال وضع قطعة معدلية أو خشبية فيها لفترات طويلة لتتمدد وبالرغم من غرابة الفكرة إلا أنها تعتبر ذات مقياس جمالي عال بالنسبة لرجال القبيلة وفي قبيلة سوناغو في أنجولا عندما يصل الأطفال الذكور إلى سن الخامسة أو السادسة يتم إرسالهم ليعيشوا مع خالهم تحديدا وبعيدا عن تربية الأم والأب أو أي شخص آخر من العائلة قبيلة الهمب القاتلة تعد واحدة ضمن أغرب القبائل الموجودة في العالم إنها القبيلة الإفريقية التي تؤدي أكثر العادة والتقاليد الغريبة في العالم إنها قبيلة الهمبا قبيلة بدائية موطنها دولة ناميبيا في جنوب قارة إفريقيا قبيلة الهمبا يتراوح أعدادها بين 40 إلى 50 ألف نسمة ويعتمدون اعتمادا كليا على الصيد البري وتربية قطعا المواشي وبذلك احتفظت حتى وقتنا الحالي بالبدائية والقدم وهم متمسكون إلى اليوم بتراثهم التقليدي الغريب وعادات أجدادهم الأوائل حتى بعد حروبهم مع الألمان وتعرضهم للإبادة حتى أن الألمان قد أطلقوا عليهم الهمب القاتلة ثم بعد ذلك تعرضوا للقحط الشديد بسبب قلة الأمطار وهلاك الماشية لكن منذ عام 1990 بدأت قبيلة الهمبا بالعودة إلى أراضيها التاريخية القديمة وتلعب النساء في مجتمع الهمبا دورا أكبر مما يلعبه الرجال بكثير فتربية المواشي وحلبها ويحضر الماء من الأنهار للقرية من شأن النساء كذلك جلب الحطب وبعض الصناعات اليدوية وبناء المنازل وتربية الأطفال من اختصاص النساء أيضا ويعتقدون اعتقادا راسخا بأهمية النساء حتى أنهم إذا وصلت البنت إلى 13 عاما قاموا بالاحتفالات الصاخبة وتأخذ الفتاة إلى المكان المقدس بالقبيلة والمخصص للشعائر الدينية التي يؤمنون بها وتبقى هناك جالسة في حماية الأجداد حتى قدوم رفقاتها وقارباتها إليها وعندما اقتربوا موعد ولادة المرأة تقوم بمغادرة القرية برفقة امرأتين لتلد في الخارج ومن ثم تعودوا مع مولودها لتبدأ عندها الاحتفالات لكن أين الرجال في هذه القرية؟ لا يوجد رجال كثيرون في القبيلة بل الموجودون قليل جدا جزء منهم في الحانات يشربون الخمر أو يذهبون إلى المدن والرجل لا يكتفي أبدا بزوج واحدة وإنما له عدة زوجات والكثير من الأطفال أما عادات القبيلة فقبيلة الهمبى لا يلبسون سوى القليل جدا من الثياب على أجسادهم فالمنطقة العليا من الجسد البطن والصدر تكون عارية تماما عند الذكور والإناث على حد سواء أما المنطقة السفلية فيتم تغطيتها فقط بتنورة قصيرة جدا مصنوعة من جلد الماعز أما الزينة فتتزين النساء ببعض الاكسسوارات التي يصنعنها بأنفسهم سواء من العظام أو النحاس أو جلود الحيوانات يضعونها في رقابهم وأيديهم كما أنهن يضعن خلخالا في أسفل القدم للحماية من لدغات الحشرات السامة وعندما تزوج الأم إحدى بناتها فإنها تزيل الخلخال الموضوع في القدم اليسر لمدة عام حتى تفهم بقية القبيلة أنها أم لزوجة جديدة ويجب زيارتها والمباركة لها في النهاية نتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة